اعزائي المشاهدين اهلا بكم معانا على قناتنا وقناتكم قناة الصحة والجمال وزي ما احنا عارفين ان قناة الصحة والجمال بتهتم بكل ما هو لعلاقة بالصحة والجمال وطبعا كل القنوات بتهتم باستضافة النجوم علشان تجذب المشاهدين وتكسب مصداقية الجمهور لكن اللي حصل معانا في برنامجنا النهاردة حاجة مختلفة تماما احنا قررنا نفقر برا السندوق هنستضيف شخص من وجهة نظره انه مشهور لكن في الحقيقة هو محدش يعرفه تقريبا غيرنا هنديله فرصة معانا في البرنامج يا اما يطلع معروف ومشهور يا اما يخرج زي ما دخل ملوش لازمة اهلا وسهلا بكم معانا في الفقرة الاولانية معانا في البرنامج واحد ملوش لازمة نحب نرحب باول ضيف معانا الشاعر فلان شاعر العمية اهلا وسهلا بحضرتك اهلا وسهلا بحضرتك والسيدة حرمه الاستاذة فلانة يسترك ويتعيمك من نعيم الجنة ولا يديمك يا اخش اهلا وسهلا انا احب اناوه لحضرتك وللسادة المشاهدين معلومة مهمة جدا اه تفضل يا فندم الكاميرا معيك حضرتك انا شاعر امية وليس شاعر عمية اه امية اه انا اسفى يا فندم بس انا اول مرة اسمع المصطلح ده انا عارفة شاعر العمية شاعر الفصحة فصحة فصحة ايه يا استاذ ايه يا استاذ بالروحة مش كده شايفاني بواب المدرسة بدوق الجرس للاولاد في المدرسة ينزيلوا ياخد الفصحة انا اسفى انا اسفى انا بس يعني لو فيها اطالة مني ممكن تشرح ليستاذا الجمهور معنا شاعر الامية يقال والعهد على الراوي روي مين يا فندم مش حضرتك اللي هتروي اروي يا استاذة داعك كلاماتي في السياقية يا استاذة احاقك علي يا استاذ حفظي على مرخالج الافواض يا استاذة الراوي غير الراوي الراوي اللي حاليك بتكلم عليه دوان هو الجنيني اللي بيسئزها في البلكونة بالكوز يا استاذة الكوز ايه يا فندم احنا على هوا مايصحش كده فهو اللذي يقص هو اللذي يشعر هو اللذي يقول طب ممكن تروي وما تغرقناش الله يخرج بيتك بتني المخرج يا ستي المخرج بحسبك بتقولي على جاوزي لا بعد الشر عليه ممكن حضرتك تكمل سيدتي الراوي كما قلنا صديقا ونوضح معنا كلمات انا شاعر امية وليس شاعر عامية ايه الفرق بين الاتنين يا فندم احنا مش وضح لنا اي فرق شاعر العامية كسائر عموم الشعراء ليجدون القراءة والكتابة اما انا شاعر امية لو اجيدي القراءة ولا الكتابة او الشاعر فقط 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 انا اسفة يعني ده حضرتك تقصد يعني بدون اساءة ادب ولا حاجة ان حضرتك امي امك تجايبانا هنا في بنواك عشان تحزة ولا ايجي العام ايه امي تجايبانا حضرتك مش شايفة الشلبات اللي يقف عليها استخرج لمدة تساويك وتريد امك شايفاها يا فندم واضحة وبينة وكل حاجة تمام انا بس ما طلبتش اكتر من اننا نشرح لسا لا يعقل ذلك والله لا يعقل ذلك انا بس عايزة اعرف بس من حضرتك مين اللي بيكتب لحضرتك الشعر بعد ما بتقلفه كده السؤال في سياقة طيب اتفضل انا حبي وضح لحضرتك ان حبيبة قلبي اللي قدامي دي انا يا مصدر الهامي وزعتني بتكحيك لا انا كويس انت انت يا استاذ انا كويس يا استاذ انا بخير كويس شوية يتميل بنتها حتموت حتموت مني اللي ورا الكاميرا خلاص خلاص انا كويس انا كويس الله يسلم حضرتك الله يسلم حضرتك حبيبتي يولاكي ما دلت اشعر ولا اقول ولا كلمة حبيبي انت اللي لسانك بناعة عسل وسجر قلبي انا شجر طب ممكن بعد وصلة الغزل اللي توجع البطن قصدي القلب اللي تكمل كلامنا اتفضل انا عايز اعرف من حضرتك اكتشفت موهبتك الفزة دي في الشعر ام هو لازم علشان اشعر يبقى عندي موهبة طبعا يا فندم احب اقول كلك انك انسانة لا تفقاه الا القليل ده حقيقي طيب ممكن تعرفنا انت يا نبغة الله يخرب بيتك بتني المخرج يا ستي المخرج بحسبت بتقوني على جاوزة لا يا فندم اتفضلي موضوع الشعر ده جالي من وانا كبير الحمد لله كنت بحبي اسمع اغاني كتير روحت الاساسيكا بتاع المازيكا على اول قهوة جعرة حستها على اول نصي شرع الفنانين حستها دي بتجمع كل الفنانين اه انا كده عرفت الجعرة الامر دي جاية منين ربنا يخليكي خليني اقول كلمتا من نفسي معلش خلينا رحب بالناس معلش واقول لها يا رفع معنوياتي ربنا يخليكي يستريك ممكن تكمل لنا قلت له اساسيكا يا بتاع المازيكا انا حارد اقل في كلمات الاغاني اللي انت بتلحنها دي تمام بس انا ميال سيكا للحزين واضح على حضرتك فقال لي حضرتك الموضوع ده كبير قوي بتروزاي كبير يا اساسيكا قال لي كل الشعراء العظام امثالك حاليا دلوقتي زي حضرتك كده ايوة علشان يطلعوا الحزين اللي جواهم لازم ان يصطدموا بمأساة عنيفة اه علشان يقدروا يوصلوا لحالة الشجن والحزن اللي جواهم واصطدمت انا جاهلك في الكلام اهو متفضل يا فندي انا بطبيعتي انسان فرفوش ونعنوش ويه ماليش في المأساويات والاحزان خالص حياتي كلها دلع وفرفشة خالص نهائيا ولا مأساة ولا مصيبة واحدة في حياتك مانا جاهلك في الكلام اهو متفضل يا فندي المنور اغطل اغطل يا اساسيكا يا بتاع المازيكا انا انت عارفني انا ماليش في المأساويات انا حياتي كلها نعنشة وقال لك ايه مستاذ سيكا اللي يفوت علي كمان يومين وانا هزدمك بواقع يبغى تقليك حزين وقالين طول عمرك يا ترى خير وتمدع خير جوحتنو بعد يومين جوزني الامر اللي قدامي بدي انا اونو انا يا ساتر يا ساتر يا ساتر ما تكسفنيش بقى يا روح قلبي يا انا اونو انا انا اونو كمان انا اونو وايه لانا اونو دي كمان الله يخرب بيته المخرج صح؟ لا الجهل يا استاذ هالجهل جهل ايه يا استاذ احنا على الهواء ما يصحش كده بهدلتني من اول الحلقة انا اونو انا بلغة قبائل الحباش تكنت امه تعي تعي ولا تعني نفس السيق و نفس الكلمة نفس المعاني خليك عندك تزاوق في القفاز يعني يعني انا اسفح انا اسفح ماليش يلا ماليش يا استاذا ماليش اتفضل تعني او تعي انا احبك يا انا لوحي انا حبيبا البي انا ده ايه ده ده غزل ده غزل ها يعني غزل طيب ممكن يعني نقطعكو ونكمل عشان وقت الحلقة فضالت فضالت اتفضل كمل ايه المهم ايه الثانية واحدة مالش ايه يا محسن يا محسن صوتك علي قوي انا مش سامع الناس على الهوى ايه ينهاري سود ينهاري سود ينهاري سود ولا اعلان يا محسن ولا اعلان كمان بعد الانا اونو دي قنانوية تمشينا ادفع الجماعيات والاقصات اللي علي يا محسن منك حسب يا الله خلاص طب اعمل ايه في الاتنين دول امشيهم ولا اعمل ايه ولا افل الحلقة ولا ايه نعم قبضين دول يا بختهم يا عزو بالله خمسة وخمسة في عايزك خلاص خلاص انا اسفى هكمل الحلقة مجبرة خلاص خلاص مش تمام تمام انا اسفى على المقطع دي خير يا استاذ ان شاء الله لأ خير هو من ناحية خير فهو خير اوجه خير شفناك مغدودة لأ مش مغدودة ولا حاجة بس دخلها على مأساة ان شاء الله ربنا يكملهالك بالخير الله يخليك يا فاندي نعم نرجع اللي نقصد اه الله يكون فعولي اتفضل يا فاندي امين 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 ومن ساعتها والمصائب نزلتي رخي على نفوخي ونفوخي مصيبة طول اخرى ونفوخي والله يا جماعة ومن ساعتها وانا بقيت اشعر حزين وقريب قوي ناوي يا اكتب اغاني رعب رعب ده اقل واجب يا استاذ ده اقل واجب رعب حطيتك شايفة الجمال اللي قدامك دوا من اني حتة من كل الزوايا انا اسفة انا كل حلو معلش ما كنتش شايفة كل حلو الامر اللي قدامك دوا قبل ما تيجي ضربالها نص كيلو ميك اب اه ميك اب ايوه والنص التاني واكلها بصل 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 اغدر خلص يا استاذة بالروح سمع يا محثن بصل اغدر على الهوى واخد لي بالك طيب ماشي باين قوي البصل واصل لي اه الله يكون فعونك يا فندم وفعوني وفعوني استادة المشاهدين اه طيب يعني في نهاية الحلقة اه او او يعني الجزء الاول من الحلقة نحب نسمع حاجة من الشاعر بتاع حضرتك اللي كتبته في حب الامر دي اه اه ربنا يخليك والله والله العظيم رفع معنوياتي من ساعة مقاعد وانا وانا بشكر كل المشاهدين اللي اللي بيتطربوا على برنانجك ماشي يا فندم حاضر مفيش بانع انا بس يعني لو في متاح مفيش مشكلة لا متاح متاح لو مش متاح يكون احسن حبيبتي لا يايس بصيلي في عناي عشان الوحلة ينزل علي ألوكلك ومالو ألوكلك ايوه مش قوي بس عشان الحاجاتي عايز دا لو سمحت متفصليش الوحلة علينا انا اسفل اه ايوه ايه حبيبتي روحي ايوه عايز ايه الرعب ولا حزين اللي اتنين موجودين بلاش رعب وهم مش نقصين خلينا في الحزين حزين ايوه اعمل لك ميكسة طيب لا 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 انزل لهم يا سيدي وصل والان الان الان معكم اوحل واقزر انواع الطين يا سيدي يا ربي حبيبتي نعم يا زمان مالك ومالي مالك حظي معاك دايما متنيل دايما دايما وانا كل ما اقرب من حبيبتي علي هتتحول انت استاهد وانادي الليل واقول له ابو سقيدك اوعى طول وربنا يسطر ويعد علينا الليل وييجي النهار وليط طول اتمنى اتمنى اه باطناك اه رجلك اه منك يا زمن اه ماله لو ترجع تاني من الاول تبقى تعمل ايه لكنت حبيت ولا طبيت دا كان يوم سود ومنيل انزل بالتتر يا محسن استنى يا ابني المشاهدين زنبهم ايه اعزائي المشاهدين دي كانت الفقرة الاولانية من الحلقة هنستنىكم في الفقرة التانية وياريت متروحوش في اي حتة انزل يا محسن اشتركوا في القناة 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 أعزائي المشاهدين أهلا بكم مرة تانية معنا في الجزء التاني من حلقتنا وأحب أشكر الأستاذ والفنان خالد خريبي اللي قام بدور الشاعر وأحب أرحب بالأستاذ حسن يحيا اللي كان عامل معنا دور زوجة الشاعر الأستاذة فلانة أهلا وسهلا بك يا أستاذ حسن الله يخليك يا الله يخليك يا أستاذة وإن شاء الله بإذن الله تبقى فاتحة خيرة علينا وعلى القناة بإذن الرحمن يعني برنامج ده يا رب يا رب أتمنى إحنا استمتعنا بأداء حضرتك معنا النهاردة وكنت بس حابة أعرف في البداية نشأة حضرتك وتكلمنا أكتر على الأستاذ حسن يحيا لأن في ناس كتير ما تعرفش الأستاذ حسن يحيا من ناحية النشأة الحالة الاجتماعية تمام أنا يعني الحمد لله رب العالمين أن أنا اتخلقت نوبي يعني بقيت نوبي وتولدت نوبي وتربيتي كلها كانت في النوبة في قرية اسمها قرية الجلينة والشباك تمام في أسوان تمام في الجنوب أهلا نساء بحضرتك ونشأته طرارات فيها لغاية يعني إيه موصلت 27 سنة وبعدين ابتليت أخرج منها وارجع لها تاني يعني تمام يعني بداياتك في التمثيل بدأت في النوبة ولا لما رجعت القاهرة أو لما نزلت القاهرة لا بداياتي أصلا أنا ابتدتها أصلا في النوبة طبعا مع فنانين كبار بصراحة ودول كان بيعملوا الحاجات بتاعتهم بشكل ارتجالي وتلقائي بس بطريقة احترافية عالية جدا 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 وكان بيعتمدوا على الثقافة بتاعت البيئة بتاعتهم والشغل كان بيطلع جميل جدا 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 فوق ما تصوري وكان ده يعني ده اسمه الارتجال المنظم اللي احنا كنا بنعمله ده كان في سن الطفولة يعني مرحلة بدري جدا آه من بدري جدا 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 يعني أنا كنت بشترك في التمثيل من وانا في سنة ثالثة ابتدائي يعني مصرح المدرسة آه وبعدين يعني في عمي باسمه خالد عبد الحفير هو اللي خلاني امثل برا المدرسة يعني في المصرح الكبير بتاعنا بتعجينينا والشباق كان عامل زي سوق عقاظ زمان تمام تمام دي يعني مش قادر اقول له حضرتك احنا ساعدنا جدا بوجودك معنا الله يخليك ايه طيب هل في حاجة بتشغلها بجانب التمثيل يعني في حاجة بتشغلها آه طبعا انا موظف بالمركز القومي لثقافة الطفل التابع لوزارة الثقافة طبعا تمام آه وانا بشتغل فيها وبنقدي اعمال مصرحية واعمال فنية والمركز ده اصلا يعني ايه بيقدم كل شغل للطفل بما يخص الطفل من كتابة لورش لمصرح لدراما كل حاجة بنعملها للطفل وخاصة بالطفل آه ده ده اللي تبع الوزارة يعني حاجة بتقوم بالاعمال بتاعتك على مسارح الوزارة آه ولا في اماكن تانية يعني احنا عندنا مسرح هو المكان بتاعنا مخصصين وبنطلع برضو قوافل قوافل ثقافية للمحافظات وللمدن يعني تمام تمام ومنقديها يعني من خلال الايه الاعمال بتاعتنا تمام آه يعني احنا والله يحبين ان احنا نعرف اكتر عن الاعمال اللي انت شاركت فيها آه سواء مسرح او تلفزيون او سينما لو حضرتك اشتغلت سينما والله لأ سينما لسه ما اشتغلش لسه ما حلفناش الحظ آه لسه 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 تغير على السينما والله ياخد آه لا لأ عملت بتاعته وتمسلسل اسمه البحر والعاتشانة مع الاستاذة رولا سعد والفنان احمد فهمي والاستاذة الله يرحمها الاستاذة رجائج جداوي الله يرحمه آه وكان معنا الفنان برضو صبر عبد المنعم كمان نخبة كبيرة وبعدين عملت آآ مصرح آآ مع الاستاذ آآ المخرج الكبير الاستاذ آآ حسام الدين صلاح على مصرح السلام ومصرح آآ الابياري في اسكندرية وكانت من المصرحيات اللي كتواخد السيزن كبير يعني وبصراحة يعني كان اسمه عايشة العميان مع الفنانة آآ آآ مادلين طابر آآ مادلين طابر اعتقد الله ما انت فاكرا اكتر من انت كنت بيتمثلي معنا ولا ليه؟ ما انا لازم اذاكر حضرتك كويس حلو حلو جميل 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 طيب نرجع تاني للوظيفة او الشغل اللي حرج بتشتغله تابع وزارة استقافة آآ هل انت بيبقى عندك متاح ان انت تبدع بنفس الشكل اللي بتبدع بيه برا يعني في مسارح بتتعمل او مصرحيات بتقوم بتمثيلها يعني حابين نعرف ايه الحاجات اللي حضرتك قدمتها لا لا احنا احنا بنبدع وبنطلع اللي جوانا على حسب ما بنكتبه احنا يعني فيه ناس بتكتب لنا مخصوص الحاجات اللي احنا بنعملها للطفل لان احنا متخصصين زي ما قلت لحضرتك للطفل تمام فاحنا بنقعد نعمل اورش صغيرة كده مع بعض وبيساعدنا في دوت بصراحة يعني لما نيجي نقعد نعمل الحاجات ديات رئيس القسم بتاعنا للأستاذ ناصر عبد تواب طبعا والمركز كله بيبقى تحت رئاسة الكاتب والفنان الكبير الاستاذ محمد عبدالحافظ ناصر تمام احنا بنحب نوجه لهم التحية من خلال عدسة الصحة والجمال ونحب نشكرهم على دعمهم الفني لحضرتك والكتير من المشاركين او اللي بيترددوا على المركز واحب اعرف برضو هل حضرتك عندك اولاد اه طبعا عندي عندي فاطمة فطومي ما شاء الله وليه كركوري كركوري كده يعني سنها كم سنة وهي تروح عضان يعني ما شاء الله ربنا يخليها لك يا سنها كم سنة ويسنها ما جاتش الله العظيم سنها كم سنة تلات سنين طيب لو في يوم من الايام اه قررت ان هي تشتغل في مجال التمثيل او المجال الفني هل حضرتك هتواجه مشكلة في ده ولا الموضوع عندك جتاح لا انا اقولك على حاجة والله هي لو حبت انها تشتغل فنانة فده شيء يرجع لها ده ان انا مرزرش احبور عليها تمام بصراحة يعني وهي عندها 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 من دلوقتي القابلية انها تعمل دوت لان هي هي من جواها فيها فنانة او ما اعرفش يمكن عشان انا ابوها بقول الكلام دوت لا اكيد طبعا زاك الشبل من زاك الاسد يعني زاك الشبل من زاك الاسد ده وصطة يعني عشان تشتغل لا 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 ده وصف لبنت حضرتك وموه بيتك طيب نرجع للعمل الفني اللي احنا لسه شايفينه لسكتش الكوميدي الساخر اللي احنا لسه شايفينه من شوية كنت حب اعرف ازاي تم ترشيحك لهذا العمل بصراحة انا تم ترشيحي للعمل ده من خلاله استاذ احمد جابر اللي هو مخرج العمل دوت لانه بصراحة هو زميني وصديقي واخويا وانا بصراحة بحب اشتغل معاه زمايل بقى وبتلقى عليها قسمة بشتغل معه بقى بقلتقى بقى زمايلنا الصغيرين لا بجد بجد هو فنان جميل وفنان محترم وبيعرف يطلع من جوايا اللي انا عايزه بصراحة يعني بيخلينا ابدع واطلع بس في سياق الموضوع بتاعنا تمام احب اوجه الشكر طبعا للاستاذ احمد جابر على العمل ده لانه تعب معنا فعلا كتير علشان حتى ان احنا نقدر نطلع او نقف او نقعد جنب حضرتك لا 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 لفنان وحياتي المصحف ان انا قاعد جنبكو على فكرة الناس اللي ورا الكاميرات دول برضو تعبوا معنا اه جدا 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 يا بس حسن احنا دايما متعودين منك على كده اه والله مش عارف جوزاء كده تمام طب انا بس حاب اعرف ايه السبب الرئيسي اللي خلاك تقبل ان انت تشارك معنا في عمل زي كده رغم اه اغلبنا هيبقى لسه اول مرة او لسه بيبدأ او يعني الموضوع لسه جديد عليه فا ايه الهدف او ايه السبب الاساسي اللي خلاك تقبل بحاجة زي كده بصي انا 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 بطبعي كوميدي بس انا يعني بعمل كل انواع الفن تمام تمام العمل كوميدي وانا بحب اشتغل الكوميديا من اجل الكوميديا والكوميديا اخره يكون فيه هدف تمام انا بحب الشغل الاثنين العمل ده عمل كوميدي بس في الاخر بيدي ايه نصيحة او بيعني ايه يعني بيوصل بينا الهدف تاني او بيعالج شيء تمام ايه هو الشيء اللي احنا بنعالجه من خلال العمل الكوميدي ده اللي احنا لو غلطنا فيه حيبقى كأنه احنا بندي السم في العسل للناس خصوصا الاطفال تمام العمل ده بيعالج الفهلوة تمام انا بشكر حضرتك جدا في نهاية حلقتنا واحب اوجه الشكر للاستاذ حسن خليل الكاتب والمؤلف واللي قام على الانتاج البرنامج بتاعنا وفي النهاية احب اشكر حضرتكو واتمنى تكون الحلقة عجبة حضرتكو وهنستناكو في نفس المعاد يوم الخميس القادم ان شاء الله ان شاء الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة